موسيقى تابعونا حتى الاخر باش تفهموا بغيتكم تخيلوا معايا انكم في واحد النهار كنتوا في احد الغرفة اللي هي مضلمة مفيهاش الضو نهائيا لدرجة انك مكتشوفش الطرق وفجأة انت كتقلب منين تشعل هالضو كيبلك واحد شوية ديال الضو مجي من بعيد كتسائل منين جاهد الضو قربتي كتلقاك هينين بزاف ديال البولات معلقين حدا بعضهم كلهم طفين الا واحدة هي اللي شعلة تسائلتي وانتبك الفضول انك تعرف علاش هاد البولات كلهم طفين الا هدي اللي في النصف هي اللي شعلة قلتي مع راسك علاش هاد الاختلاف اللي غيوقع معاك هو انك غدي تستغرب كيفاش وعلاش وشنو هو السبب اللي جعل هاد البولات هي الوحيدة اللي شعلة نبين بزاف ديال البولات غدي تبقى مستعجب من هاد الموضوع غتفكر فيه وغالبا غتمشي وغتقولان اهلك او صحابك او جيرانك او الناس اللي كتعرفهم غتحاول انك تشرح لهم الاختلاف اللي شفته وغتتسائل علاش داك البولة بوحدة اللي شعلة مع العلم انهم كانوا بزاف حدها فقط هي اللي في النصف هي اللي شعلة في الحلقة اليومة غدي نتعلموا جوج حاجات غدي نتعلموا احنا علاش كنكرهوا الاعلانات وغدي نتعلموا كيفاش نسوقوا المنتوج ديالنا بشكل فعال ونتعلموا كيفاش نسوقوا المنتوج ديالنا عن طريق المصباح المونير الحلقة واحد مثال المصباح المونير العالم اللي عايشين فيه كيتغير نهار بعد نهار وباش تقدر تنجح في اي مشروع انت غديره في هاد العالم لازم تعرف الناس كيفاش كتفكر لازم تعرف كيفاش كيوقعوا بتغيرات بشكل سريع في هاد العالم والكاتب سيد جودن هو احد خبراء مجال تسويق كيعوننا باش نعرفوا علاش حنا كنكرهوا الاعلانات علاش الاعلانات مابقتش مؤثرة بحلش حال هادي الكاتب كيقسم الاعلانات لثلاث ازمينة الزمن الاول او ما قبل الاعلانات الزمن الثاني او عصر الاعلانات الزمن الثالث الافتر ادفورتايزن او عصر ما بعد الاعلانات نرجعو للعصر الاول عصر ما قبل الاعلانات كانت منتشرة فكرة وورد اوف ماث ماركتين او تسويق شفاوي فهذا العصر ما كان لا تليفزيون ولا مجلات ولا اي وسيلة باشتعمل اعلانات مدفوعة الوسيلة الوحيدة اللي كانت انك تقول من شي حد هاد المنتج مزيان ولو فعلا هاد المنتج مزيان ره غينتشر ما بين الناس مع الوقت العصر الثاني الادفورتايزن ايرا كانت منتشرة فيه فكرة تراديشنال ماركتين او تسويق تقليدي هاد الفكرة كانت تعتمد على التليفزيون والجرائد كانوا الناس كيشوفوا اعلان في تلفازة او جريدة وكيعرفوا المنتج وكيمشيوا يشريواه بناءا على داك الاعلان اللي شافوه اما العصر الثالث الافتر ادفورتايزن الزمن اللي كنعيشو فيه دابا رجعنا كنكرهو الاعلانات لدرجة اننا كنشوفو اعلان في تلفازة كنقلبوو الاداعة او اذا شفناه فيش جريدة كنكذبوه وما كنطيقوهش شنو هو السبب؟ السبب اللي خلانا ما نطيقوهش هو اننا رجعنا في عصر التقليد يعني اي واحد يقدر يقلد منتوج معين وما يكونش بنفس الجودة ويخرج نسق لهذا مبقيناش كنطيقوه ومعظم الشركات كتابع طريقة فولو دي الليدر او تابع القائد كتشوف الحاجة اللي نشحت فيش شركة كتكون نشحة ومعروفة والناس تقبلوها وعليها الطلب بزاف كيحاولو يعملو في حالة ويقلوها باش ينشحو في حالة الشركات عاملة في حال مصابح المصابح كاملة عاملة في حال بعضة منين كتجي تشوف الدرج المصباح كتلقى كل المصابح عندها دور واحد شني هو هذا الدور؟ هو الإضاءة نفس الكلام كان طبق على الناس حيث الناس ما كتقدرش تبيض ما بين المنتوجات إلا إذا كان المنتوج مميز إلا إذا كان المنتوج روماركبل أو استثنائي لازم يكون المنتوج في حال ذاك البولات اللي شرحنا قبيلة في حال ذاك البولات اللي شاعلة للإضاءة ديالها بينها هي اللي خلتها تكون مختلفة ومتميزة لازم يكون المميز لدرجة يخلي الناس تنتبهن هاد المنتوج باش ينتشر بشكل كبير وإذا بغيتي تسوق أي منتوج بشكل فعال لازم تعمل ثلاثة الحاجات أساسية هاد النصيحة لازم الشركات تعمل بها باش تسوق المنتوج دياله وتقدر تنجح على المدى البعيد الخطوة الأولى اللي غتحتاجه باش تسوق المنتوج ديالك هو أو أخذ المخاطر شنو المعنى دياله هي أنك تفكر تكون أو استثنائي أنك تكون عندك فكرة مختلفة على باقي الشركات أنك ما تقلدش الشركات جيب فكرة جديدة من عندك حاول تبتكر حاول تبدع وهاد شي كتعملوه في مرحلة برودكت ديزاين أو تصميم المنتوج كانين شركات بزاف كتصمم المنتوج من بعد عاد كتفكر أنها تخرجون السوق وتبيعون ولكن إذا اشتغلوا هادجوج أشخاص مهما اللي تصمم المنتوج برودكت ديزاين والشخص اللي قام بتصويق دياله غيكون أحسن علاش لأن هاد القضية كتساعد أنك تخلي الفكرة ديالك قابلة للتصويق وتكون هاد الفكرة مختلفة على أفكار أخرين وتنتشر ما بين الناس لو مثلا شفنا شركة أمازون هي أول شركة عملت موضوع أنها تشري كتاب أونلين وهي أول شركة عملت قارئ إلكتروني أمازون ديما كانت هي دك المصبح المونير اللي هدرنا عليه قبل هي كانت الحاجة المميزة المصبح المونير في سوق الكتب دائما كانت هي اللي كتاخذ بالمخاطر إذن تميز وبتكر وبدع إلا بغيتي تكون رقم واحد في السوق أما تاني خطوة تعملها باش تسويق المنتوج ديالك بطريقة صحيحة خطيك تعمل تسويق الناس الصح ماركت تدو رايت بيبل اللي هما محتاجين حال من المشكلة ديالهم وفعلا محتاجين المنتوج ديالك الأفكار اللي كتجي تنتشر اللي كتبدأ كالآتي كتبدأ بالإنوفيتار أو بالناس المبتكرين الناس اللي بغيين يجربو حاجة جديدة من بعد كيجيوا الناس اللي بغيين يجربو حاجة جديدة أو يتبنوا أفكار جديدة وينشروها ما بين الناس من بعد كيجي الأغلبية العظمى ما بين الناس الأيرلي لايت ماجوريتي وأخيرا الناس اللي ما كتبغيش تجرب حاجة جديدة ومعظم الشركات كتركز على الأغلبية على الأيرلي لايت ماجوريتي وهذا خطأ لأن هاد الناس ما كتبغيش تجرب حاجة جديدة إلا إذا الأيرلي أدابترز أو المتبنون الأوائل جربوها وقالوا عليها رها حاجة مزيانة لهذا إذا تنافعلا خصك تنتشر الفكرة ديالك خصك تلكز على الأيرلي أدابترز الناس اللي كيتبنوا الأفكار لو شفنا مثلا كاميرا كانون كنجبروها انتشرت بوحد الشكل اللي هو كبير وكل شي كيعرفو كيستعمله علاش لأنه في البداية ضد ظهور ديالا شهرة واحد من الناس الكيسي ناين ستايب شهرة وقال عليها أنها كاميرا مزيانة وقال عليها كلام مزيان وبالتالي تنشرت الورد أوف ماوث ماركتين أو تسويق شفاوي وخلى الناس كاملة تهدر على هاد الكاميرا وبالتالي هاد المنتوج تشهر بزاف ما بين الناس وخدمة كانة كبيرة ورتفاع معدل مبيعات دياله بشكل ملحوط أما الخطوة الثالثة أنك تسويق المنتوج ديالك بطريقة فعالة أنك تستخدم سلوغان أو شعار يكون ميز ويكون سهل وبسيط لدرجة أي وحيد تتفكره مثلا لو خدينا شعار شركة نايك شعارهم هو شعار سهل وبسيط وكلنا كنعرفه صغرنا وكبرنا شعار كيقول لك أنك لازم تكون نشط أكتيف وهذا الشعار متناسق مع شركة نايك متناسق مع أن شركة نايك هي شركة منتوجات رياضية الخلصة اللي غنستجوها من هاد الحلقة هو أن عصر الإعلانات انتهى وما بقاش نفع بالمرة باش تقدر فعلا تسويق المنتوج ديالك لازم تركز على ثلاثة الخطوات أساسية واللي شوفناهم مقبل أول خطوة هي أنك تكون ستتنائي أنك تكون راماركذل تكون في حل مصبح المونير أما تاني حاجة هي أنك تسويق من الناس الصح الناس اللي فعلا محتاجين لمنتوج ديالك أنك تركز على الأيرلي أدافترز الناس اللي تقدر من خلالها تعمل الماث ماركوتين التي من خلاله تقدر توزع الفكرة ديالك على أكتر ناس ممكنة الغالبية العظمى من الناس أما الخطوة الثالثة هي أنك تختار شعار بسيط باش تنشر الفكرة ديالك بشكل فعال لو قدرت تعمل هاد الخطوات اللي هدرنا عليهم الشريكة ديالك ما غتكونش شريكة عادية الشريكة ديالك غتكون شريكة متميصة الشريكة ديالك غادي تكون في حل مصبح المونير اللي تكلمنا عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته